والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة فلولا الهجرة من تشر الإسلام وما الهجرة لولا سيدنا علي ابن أبي طالب فدأي الرسول صلى الله عليه وسلم وما الهجرة لولا الرفيق الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار وما الهجرة لولا ذات نطقين أسماء بنت أبي بكر وما الهجرة لولا الأنصار رضي الله عنهم جميعا اللهم هجر من الشقاء إلى الراحة ومن الحزن إلى السعادة ومن البلاء إلى العافية ومن المرض إلى المعافاة اللهم هجر من الذنب إلى المغفرة ومن الكسر إلى الجبر ومن الظلم إلى نصرة الحق مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وعنوان مقدمة اليوم دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بل وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه عام فيها من الدروس والعبر ما نحن في أمس الحاجة إليها خاصة في هذه الأيام وفي تلك الآونة فما حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبراس لذلك قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فعندما نصلت الضوء على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن من أعظم الدروس هي كيف يحافظ الإنسان على دينه وعلاقته بربه ولا يضحي أبدا بدينه في سبيل أي شيء بل من الممكن أن يضحي بأمواله أو بحياته أو ببلده في سبيل الحفاظ على الدين وهذا هو العنوان الكبير لهجرة الأنبياء السابقين صلى الله عليهم أجمعين وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الفرار بالدين فكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن العائلة الكبيرة وعنده من المال ما يغنيه هو وأصحابه الكرام الذين كانوا معه كان يمكن أن يداهنوا وأن يجاملوا وأن يتنازلوا عن بعض المبادئ لكن ذلك لا يصح أبدا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم كيف يتمسك الإنسان بدينه حتى لو ضح في سبيل ذلك بكل غال ونفيس لذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الفرار بالدين وهذه الهجرة كان يلزمها التخطيط فخطط النبي صلى الله عليه وسلم متى يخرج هو فكان خروجه آخر خروج من مكة يعني أولا هيئ السبيل وهيئ الطريق بل هيئ المدينة يعني الهجرة دي كان فيه قبلها سنتين شغل اللي هو الصلح بين الأوس والخزر لا قبل الهجرة خالص كان فيه سنتين إعداد اللي هي بيعت العقبة الأولى وبيعت العقبة الثانية دول كلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخطط للهجرة قبل سنتين من الهجرة كان يلتقي بالوفود التي تأتي للحج فوجد مجموعة من الخزرج فجلس معهم كان النبي بيقعد كده الناس اللي بيقوا يحجوا عاديم في الخيام كان النبي يروح يقول لهم السلام عليكم أو أنا محمد بن عبد الله وأوليد أن أتحدث معكم في شيء هم سمعين عنه طبعا لأن كان أهل مكة كانوا بيشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نستكمل هذه النقطة فضيط شيخ لأن حق قلت يعني من القبالة التي كانت تحج إلى مكة وهل فرد الحج قبل هجرة النبي نعم نعم كان العرب قديما حج وكانوا بيغيروا يبدلوا ويقدموا يؤخروا في الشهور عشان خاطر يستفيدوا بموسم الحج فكان بيجوا التجار بقى التجار كانوا بيجوا من كل مكان وكان بيجوا الناس بقى لهم يقصدون البيت وكان هناك حج وكان فيه طواف حول البيت لكن على وفق على أي طريقة على وفق معتقدات الوثانية فكان في البيت 360 صنم غير الأصنام الكبيرة التي موجودة حول البيت وكانوا يطفون حولها ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكان يعني طوافهم حول البيت كما قال القرآن مكاءا اللي هو الصفير يعني وتصديا اللي هو الصفير والمكاء هو التصفيق فكانوا هكذا يطفون حول البيت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرصة بقى ويشوف الناس اللي جايين دول فلقى مجموعة من الخزرج منهم سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه أرضاه كانوا ستة ستة من الخزرج فكان النبي قعد معاهم يقول لهم والله أنا فلان وكذا وكان معا سيدنا أبكر وسيدنا علي في بعض الروايات فكان كل الناس يمشوه معادة الستة دول قالوا طب اجلس يا أخي العرب نسمع منك لقد حدثنا عنك زعماء قريش كانوا بعملين وسيلة إعلامية لتشويه سورة النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس اللي جايين كله فواحد منهم قال لهم هنأعدوا الزاي أخوانا وزعماء قريش قالوا لنا ما تسمعوا له لأنه ساحر دجال كذاب وكذا فواحد منهم قال لهم والله نسمع منه إن كان ما يقوله خير أصابنا من ذلك الخير فجلس النبي معهم وتحدث معهم في أمر الدين وقال لهم أنا نبي أرسلني الله أنا نبي أشيره النذير وكذا فبدأوا يهزوا رأسهم ويقولوا بعض إيه هذا النبي الذي حدثتنا عنه يهود وهم يهود اليهود ثلاث طواف يهود بنو قريزة بنو قينقاع التلاتة موجودين مع الخزرج في جنوب المدينة وكانوا كل ما يحصل خلاف ما بين العرب الأصل وبين اليهود اللي هم جايين على جزيرة العرب يقولهم تجين عندنا تعملوا إيه يقولهم لقد قرأنا في طوراتنا وأخبرنا أحبارنا أن نبيا سيبعث في آخر الزمان اسمه أحمد فجئنا ننتظر بعثته شوف بقى اللي جاية دي فعندما يبعث نؤمن به ونقاتلكم معه عشان ناخد البلد دي كلها فاحنا أول ما يظهر هنؤمن به إحنا فهم قالوا الله طب ما جات لنا نفصل حد عندنا ما نؤمن به إحنا قبل ما هم يؤمنوا به فآمنوا برسول الله الستة دول من الخزرج كان ده قبل الهجرة بسنتين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بثلاث سنين كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه قال لهم تروحوا تحفظوا بس على اللي إحنا تعلمنا قعدوا مع النبي ساعتين ثلاثة اربعة بقيت اليوم علمهم بعض الآيات علمهم بعض الأشياء عن الدين ثم قال لهم عندما تعودون في العام القادم نلتقي في نفس اليوم وفي نفس المكان طبعا ما فيش وسائل اتصال للتأكيد على الموعد ولا حاجة راحوا بالفعل بعد سنة تخيل حضرتك الستة ستة دول قعدوا مع النبي نص يوم ولا يوم ولا أي وقت ويخرجوا ويعودوا سنة كم له بعيد عنه يطرى هيفتكروا الموعد بعد سنة يطرى هيفتكروا الرجل اللي قعد معهم ده من سنة نعم ولما يرجعوا بعد سنة يطرى هيرجع منهم كم واحد من الستة دول ده لو رجع واحد بس يبقى هذا نجاح ساحق لكن الواقع كما تخبرنا السيرة انه عاد من الستة اتناشر واحد اتناشر واحد يعني ما قعدوش هم كمان رجعوا على يترب وقالوا احنا قابلنا فلان محمد اللي بيتكلموا عنه راجل حديثه جميل واسلمنا معه فدخل معهم ستة كمان اسلموا فراحوا في العام اللي بعده كانوا اتناشر لك اتأول بيع بقى اول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم هي تلعقب الاولى فامن النبي صلى الله عليه وسلم باعت معهم سيدنا مصعب ابن عميل قال لهم بأخذوا مصعب معاكم وما تطلبنتوا يعني بازلتوا مجهود وهيأتم الدنيا هناك مصعب يكمل الطريق سفيرا للإسلام راح سيدنا مصعب قعد سنة وامراجع باثنين وسابعين رجل وامرأتين الله مصرح فلم يترك بيتا من بيوت يسرب لا الأوس ولا الخزرج إلا وتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وادخل فيه الإسلام فدي كانت بقى التمهيد الكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قم وبايعوه ورجعوا بقى المكان هناك مهيئ فأمر الصحابة بالهجرة إلى يسرب ثم هاجر ده تخطيط هذا هو التخطيط شوفوا التخطيط للهجرة من كم سنة الأمر الآخر وهو التخطيط بقى ليوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يجيله سيدنا أباكر يقول له يا رسول الله أتأذنوا لي بالهجرة يقول له انتظر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا يعني حد يروح معاك كان ينتظر الوحي بقى كان ينتظر لأنه لم يأتيه الوحي وبعد فلما جاءه الوحي وخرج في الحادثة الشهيرة اللي هو يعني وضع سيدنا علي بن أبي طالب مكانه وليه بقى سيدنا النبي بيحط سيدنا علي بن أبي طالب مكانه مش عشان ينم كانوا يطلع سيدنا عليه هو أول فدائي لا مش عشان كده بس ده في حاجة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاربه زعماء الكفر كانوا بيحاربوه ولكن في نفس التوقيت كان كل واحد منهم عنده شوية دهب شوية أمح شوية مش عارف إيه خايف عليهم من السرقة فيحطهم عند مين عند محمد بن عبد الله فهو الصادق الأمين يعني بيحاربوه ويرجعوا يشيلوا حاجتهم عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده حاجات كتيرة جدا مش بتاعته أمانات كتيرة أول فسيدنا علي رد هذه الأمانات كان التخطيط ده تخطيط أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلي حد بالنيابة عنه يرد الأمانات دي استنى بقى هنا الناس دي بتحاربك الناس دي اتفقت على قتلك الناس دي بتتردك من بلدك وانت حريص انك ترجع لهم لأمانات بتاعتهم سبحان الله رغم انهم الى ان الرسول عليه وسلم والصحابة سابوا البيوت والديور بس دي أماناتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا يجب ان نفرق نعم بين الخلافات الشخصية والأمانات وبين الأمانات اللهم صلى الله عليه وسلم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتاقون نعم واخد بالك ازاي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا علي عشان يرجع لهم الأمانات واختار سيدنا علي لانه محدش يقدر يقرب له لانه برضو من العائلات الكبيرة يعني نعم وهما مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المعجزة الكبرى من النبي خرج بين ايديهم وما مفتحين عينهم كده وخرج مع سيدنا أبو بكر كان سيدنا أبو بكر مجهز الراحلتين مش بس الراحلتين بقى ودي برضه من الدروس العظيمة سيدنا أبو بكر كان مجهز جمالين وكان مجهز واحد مشرك خبير بالطرق نعم وأنا في الحقيقة أتأمل كثيرا في شخصية هذا المشرك سبحان الله عجيب ده رفض مئة ناقة ده الدنيا كلها وسائل الإعلام العالمية والمحلية والإقلامية كلها بتتكلم عن محمد بن عبد الله وعن أبي بكر واللي يجبهم يأخذ مئة ناقة مئة ناقة دي يعني إيه يعني مئة طيارة أحدى استراز مش مئة عربية مرسيدس لا ده ده يعني بوسائل المواصلات الحديثة في الزمن ده ومع ذلك الرجل المشرك ده هو اللي خدهم وبيولهم الطريق وماشي بيهم هم ركبين وماشي على رجليه دي شغلته هو أخذ عليها مقابل بس الراجل راجل أمين وراجل أصيل ما هو كان ممكن يبيعهم انت دفعتلي كام مئة أخذ منهم ألف كانت طبيعة العرب في ذلك الوقت بالضبط كده النبل والويفاء بالعهد كمان سيدنا أبو بكر جهز ابنه عبد الله بن أبي بكر وجهز خادمه عامل بن فهيرة وجهز بنته أسماء بنت أبي بكر يعني الجمالين من عند أبو بكر والخادم اللي هيوصلهم تبع سيدنا أبو بكر وابنه اللي هيوصل لهم الأخبار عشان هم قاعدين كده يجيب لهم الأخبار ويقول لهم ده بيحصل كذا 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 ومتابعين الأخبار أول بول وخادمه عامل بن فهيرة اللي بيرعى بالغنم طول النهار فهيمشي وراهم عشان الغنم يطمس الأقدام وفي نفس الوقت أخر النهار يجيب لهم اللبن بتاع الغنم وبنته السيدة أسماء اللي هتودلهم الأكل وكانت السيدة أسماء في الوقت ده حامل في الشهر التاسع يعني لك أنت تتخيل بقى يعني المعاناة اللي ممكن تعانيها امرأة في الظروف العادية تسير في الصحراء مش بس تسير في الصحراء ده أنت لما بتروح عند غار ثور وهو موجود حتى الآن غار ثور بالمناسبة يعني على مقربة حوالي أربعة خمسة كيلو من الكعبة إحنا دلوقتي رغم أنهم عاملين مدأ كده يعني يمهدوا الطريق لمن أراد أن يصعب وعملين وسائل كده كل شوية تقعد وتشرب مية وبتاع ومع ذلك تتعب أمال دي واحدة بقى لا كان في مدأ ولا كان في طرق ولا كان في مية يوميا تطلع وتنزل وتطلع يوميا تودي لهم الأكل ويحامل في الشهر التاسع كان أمر صعب جدا ولذلك لما الحادثة الشهيرة يعني لما قطع ثيابها فشقته إلى نصفين فسميت بذات النطاقين ده تخطيط شايف سيدنا ومكر بيخطط وسيدنا النبي بيخطط ده بيعلمون بقى إيه أن أنت عشان تفري بدينك أوعى تكون فاكر أن أنت تقول بسم الله يتوكلنا على الله وربنا إن شاء الله هيكرمنا طبعا ربنا هيكرمك لكن لو خدت بالأسباب نعم لكن ما خدتش بالأسباب ساعدتك وقاعد في البيت كده ستهزم والظالم عمل يديك على يمين ويديك على الشمال ويديك فوق ويديك تحت وبعدين إيه مش عجبك أعدته في الله أمي مشي من البيت خالص فمشك من البيت وإنت سعدتك قاعد بتعمل إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله هذا اسمه انبطاح هذه مذلة هذه سلبية يرفضها الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك نعم خد بكل وسائل التخطيط التي تمكنه من الوصول إلى هدفه وقد كان نعم ومن تشر الإسلام بعد رسوله عليه وسلم إلا بالتخطيط وهكذا يعني السيرة مليئة بالدروس والعبر حقيقة التي يطول الوقت لشرحها والله حضرتك أم تعتنى يعني في هذه المقدمة فاضلة الشيخ وعرض دروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وفعلا يعني إذا تفحصنا وتمحصنا هجرة النبي وكيف كان يخطط لها لنجحنا في حياتنا كلها شكرا لك فضيلة الشيخ وشكرا لك